يبدو أن الحرب التي تخطط عامها الأول في قطاع غزة الفلسطيني لن تقتصر على جماعة بعينها أو منطقة دون سواها فأوارها قد امتد إلى لبنان مؤخراً بجريرة حزب الله وها هي اليوم تقترب من العراق مع تصاعد هجمات الفصائل المسلحة التابعة لإيران لا سيمو أن إسرائيل قد هددت بضرب تلك الفصائل في عقر دارها ومن هنا نؤكد أن المقاومة الإسلامية في العراق باتت عملياتها تمثل جبهة إسناد أولى للبنان وغزة تهديد الجيش الإسرائيلي بضرب الفصائل جاء عقب تكثيف الأخيرة بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ إلى داخل العمق الإسرائيلي على خلفية التصعيد في لبنان ما ينذر بجر العراق إلى دوامة الحرب في المنطقة يقول مراقبون إذ من المحتمل أن يكون الرد الإسرائيلي مشابها لما يجري في ضحية بيروت الجنوبية خاصة أن الطائرات المسيرة تسببت بمقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين في السياق ذاته أكدت مصادر أمنية عراقية أن المعلومات المتداولة داخل أحزاب وجماعات الإطار التنسيقية تشير إلى أن تل أبيهيب حددت 35 هدفا داخل العراق يمكن ضربها في أي لحظة وتشمل استهداف قيادات سياسية بارزة وزعماء فصائل على غرار ما حدث مع حزب الله اللبناني مراقبون للشأن الدولي ذهبوا إلى أن ما يشجع إسرائيل على ضرب الفصائل التابعة لإيران سواء في سوريا أو العراق هو تكثيف التحالف الدولي من استهدافه لتلك الفصائل في الأوينة الأخيرة بينما يرى آخرون أن البعد الجغرافي قد يكون ميزة تخدم الفصائل في العراق كونها بعيدة عن حدود إسرائيل ولكن ذلك لا يعني عدم قدرة الأخيرة على توجيه ضربات انتقامية مثل ما تفعل ضد الحوثيين في اليمن وكانت إسرائيل قد وسعت الشهر الماضي نطاق الحرب التي تخوضها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 لتشمل العديد من المناطق في لبنان بما فيها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية عبر غارات جوية غير مسبوقة وتواغل بالريف الجنوب وبحسب محللين فإن الحرب في المنطقة لن تقف عند غزة ولبنان وسوريا والعراق فالتحذيرات الدولية تدوي من كل اتجاه ما ينذر بدخول الشرق الأوسط في دوامة لا يمكن التنبؤ بها وكيف تكون النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر